علاقة و هذه سنتكلم عنها في وقتها هل هناك علاقة بين التصوف وبين النصرانية نقول نعم هناك علاقة وهي مسألة الحلولية والاتحادية التحادية عقيدة طبعا الحلولية والاتحادية عند غلاة الصوفية و مسألة الحلول عند النصارى أن الله حل في في الابن المتجسد الموجود تماما نفس العقيدة عند غلاة الصوفية لكن هم يقسمونها لقسمين حلولية واتحادية حلولية يقولون طبعا يقول أهل العلمي الاتحادية أشد كفرا من الحلولية طبعا كلاهما كفر لكن الاتحادية أكثر كفر ما معنى هذا الكلام الحلولية وهم غلاة الصوفية أبو يزيد البصطامي سنتكلم عنها في التصوف لكن ذكرنا هذا الأمر يقولون إن إن الحلولية هو أن الله يحل في خلقه تعالى الله عن ذلك كما يحل الماء في الإناء حلولية يدخل الماء في الإناء لكن لا يستلزم الممازجة أما الاتحادية فيقولون إن الله يتحد مع المخلوق تعالى الله عن ذلك اتحاد ممازجة كما يتحد الماء بالطين طبعا هذا أشد كفر أن تمازج بين الإله وبين العبد أشد كفرا وإن كان الحلولية فالشاهد أن النصارى والتصوف هناك علاقة أشد كفرا وإن حال تفاقية